هذه الهيئة مشروع سك تشريعية تعلق بإصدار السكوك الإسلامية وهي إداة مالية جديدة من نوعها بسوريا لأول مرة ستصدر هذه الورقة المالية طبعاً المشروع ضخم أعيد من قبل هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع وزارة المالية ومع مصرف سوريا المركزي السادة المشكورين معنا كانوا فيه وعدد كبير من الخبراء القانونيين والشرعيين والاقتصاديين بمختلف المجالات هو تقريباً قيد الصدور هذا المشروع بيسمح لأي جهة حابة تستفيد بحاجة لتمويل وحابة تستفيد من تمويل فهي بتطرح هذه الورقة المالية اللي اسمها سكوك إسلامية للمستثمرين مقابل حصول المستثمرين على حصة في هذا المشروع الاقتصادي بالعادة عوائد استثمار السكوك الإسلامية هي أعلى من عوائد الاستثمارات الأخرى طبعاً ممكن يستفيد من التمويل هذه جهات متعددة من الحكومة المتمثلة بالوزارات بإشراف وزارة المالية فتسمى وقتها سكوك سيادية من الجهات الحكومية التابعة للحكومة من البلديات وباقي الجهات ترجمة نانسي قنقر